اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تحية لكل الدفاعات المتقدمة في سنجة وتحية لكل الدفاعات المتقدمة في سنار وفي جبل موية وفي كل ولايات السودان المختلفة نظر ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم ويسبت أقدامهم الحمد لله رب العالمين والليلة يوم نصري كبير جدا الحمد لله رب العالمين تم طرد الهوانات من سنجة بحمد الله سبحانه وتعالى وتم موت الميئات منهم الحمد لله رب العالمين وتدمير عدد كبير جدا من عرباتهم أكثر من تمانية عربات مطاردة تم يعني الحمد لله رب العالمين جغمها جميعا لدنيا زائل وزائل هناك أعداد كبيرة جدا منهم هلكوا الحمد لله رب العالمين ونترحم على روح الطفلة الطفلة دان عبد الله بعد ما اتهموا أنه ابنة واحد من قيادات الضباط القوات المسلحة تم اغتيالها بدم بارد وهي طفلة إذا المؤوتت سئلت بأي زم قتلت هؤلاء المجرمين الخوانة ما عندهم رحمة ولا فيهم يعني ربنا صحيحة تعالى مزرع الرحمة في قلوبهم حتى على مستوى الأطفال والشياب والكبار والمسنين حين الحروب بتمنع ذلك حتى زمن أبو جهل ما حصل نفس الشي حصل الليلة في السودان في زمن أبو جهل وزمن أبو لاهب وزمن ناس ناس أمية بن خلف ما حصل بل قلط إنه الكفار اللي كان بيغاتل فيهم رسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا بيقتلوا شايب ولا كانوا بيقتلوا مرأة مسنة ولا كانوا بيقطعوا شجر ولا كانوا بيقتلوا الأطفال كانت حربة نظيفة حربنا مع قرن وحربنا مع طليان وحربنا مع الانجليز وحربنا في السودان مع كل الناس الحمد لله رب العالمين ما كان الناس يتعدوا على حرومات الناس ويكتلوا الأطفال الانتقام على أبهاتهم إنهم موجودين في القوات المسلحة كنا في القوات المسلحة من كاتل في جونقرن 40 عام وكنا من كاتل في مالك عقار أكثر من 13 إلى 14 عام وابنة مالك عقار بتقري في جامعة الخرطوم وأخوان عبدالواحد محمد نور قاعدين داخل الخرطوم ما حصل اليوم واحد من أخواننا في القوات المسلحة تدع على أي واحد من المعارضة التي كانت موجودة على مستوى الميدان هؤلاء المجرمين الخوان المرتزغة بقيادة البيشي وكيكل تم تصفية عدد كبير جدا من الناس المواطنين داخل مدينة السنجة ونظر ربنا تتغبلهم بإذن الله سبحانه تعالى شهداء تمت المطاردة الحمد لله رب العالمين وتم يعني إخراجهم عنوة ورجالة وقوة عين تم إخراجهم من مدينة السنجة والآن توجهوا لمنطقة أبو حجار ومن أبو حجار كل المناطق نحن بالنسبة لنا في السودان أي منطقة من مناطق الشعب السوداني تعتبر سنجة تعتبر سنار تعتبر كوستي تعتبر أي منطقة من مناطق السودان الليلة بعد ما تم ردمهم وتم دقهم الحمد لله رب العالمين هربوا هربوا البيشي وهرب كيكل نحن من رسل رسالة واضحة جدا لأخونا البرهان والرسالة قد تكون يعني كثير من الناس يداري صنفها يصنفها زي ما يصنف والدائر يتكلم عننا يتكلم زي ما يتكلم والدائر يقول أي كلام عندنا نحن في وطنيتنا واللي يشك حتى على مستوى كتاباتنا واللازعة جدا للقوات المسلحة نفسها وكتاباتنا اللازعة لهؤلاء المجرمين الخوانة اكتب زي مدائر يكتب نحن ما بنخش في أفكار الناس وأي زول يفهم زي مدائر يفهم بل فهم اللي يفهمه جعله ربنا سبحانه وتعالى حسب عقله عقلك صغير اكتب زي مدائر عقلك كبير حاول يوسع عقلك واكتب زي مدائر ما عندنا مشكلة في ذلك لو الليلة البيشي وكيكل طلعوا من سنجا أحياء وطلعوا هاربين بالنسبة لنا قيادات الناس الماتوا بالنسبة لنا قطيع عبارة عن غنم عبارة عن قطيع بتاع أبقار عبارة عن جراد عبارة عن ناس أصلا ما بودوا ولا بجيبوا الجنود الماتوا في سنجا والناس الماتوا من الدعم السريع الليلة داخل سنجا وتم ردمهم كجنود نحن بالنسبة لنا ما مسروا لنا أي حاجة الليلة بيدخول سنجا وبيغتيال عدد من ناسنا وبيغتيال كل الدفاعات اللي كانت أمامية نحن محتاجين بقدر إمكان لراس البيشي وراس كيكل ما في حاجة بتحول بين مقتل هؤلاء المجرمين الخوانة من الطيران ولا في حاجة بتحول بين مقتلهم من المدفعية بتاعتنا ولا في حاجة بتحول بين قتلهم وقنصهم من داخل قواتهم نفسها يعني لا بد من قتل هؤلاء المجرمين الخوانة لو ما تم قتل البيشي وتم قتل كيكل يبقى المزألة دي فيها لعبة وتبقى المزألة دي واضحة جدا ان الناس ديل محل ما دخلوا مدينة صحيح انه بموتوا عدد كبير جدا منهم لكن احنا بالنسبة لنا الناس ديل ما ممثلوا لنا اي حاجة الناس الماتوا ديل عبارة عن قطيع عبارة عن ناس مرتزقة ما ممثلوا دم الطفل الليلة القتلوها على مستوى سنجة ولم ممثلوا لنا دم ضابط واحد مات من القوات المسلحة اذا كان نقيب ولا مقدم ولا رائد او لواء ما ممثلوا اي حاجة بالنسبة للشعب السوداني الناس الماتوا من الدعم السريع والجنجويذة المرتزقة داخل سنجة نحن بالنسبة لنا ديل عبارة عن قطيع عبارة عن جراد نحن محتاجين لراسة الافعة ومحتاجين لراسة الحية الناس ديلة الان طلعوا ومشوا بحجار لا بد من ردمهم بكل ما نملك من قوة اخواننا الطيران الليلة كان صاحي والطيران حاضر وعارف الناس ديلة موجودين في الفرقة 17 كانوا متواجدين في ساعات محددة والاستخبارات قاعدة ترصد ذلك واخواننا في الاستطلاع قاعدين يرصد ذلك نخونا البرهان عارف ذلك كل الناس الموجودين ديلة لابد من ردم هؤلاء المجرمين الخوانة الزول الاسم البيشي اسمه كيكل الناس ديلة لو ما ماتوا نحن مهما كان قتل ومهما كان ضرب ومهما كان يعني pucké هؤلاء المجرمين الخوانة ما مرسلوا لنا اي حاجة الا بعد اغتيال هؤلاء المجرمين الاسم كيكل والاسم البيشي الآن قاعدين يجيبوا المرتزغ المجرمين لأهلهم وقاعدين يجيبون يقتلوا الأطفال بيدن بارد وقاعدين يحرقوا الناس الكبار والعجزة والمسنين بيدن بارد بحجة إنه دي الأسر الضابط الفلاني ولا أهل الضابط الفلاني دي واحدة الشيط الثاني أخونا البرهان نحن محتاجين لتكوين حكومة حرب فورا حكومة حرب الآن على مستوى السودان لابد من تكوين حكومة حرب الآن الحكومة الموجودة ما بتمثل الشعب السوداني ما بتمثلنا مرة واحدة يعني إحنا الليلة بمثلنا البرهان بمثلنا سمسدين الكباشي بمثلنا ياسر العطاء محتاجين لتشكيل حكومة حرب ومحتاجين بقدر الإنكان لتقليب الآن كل القيادات الموجودين على مستوى القيادات الميدانية لابد من تعيين ضباط جداد لابد من تعيين دماء حارة لابد من تعيين الناس على الأقل يكونوا قيادات للفرق الآن الموجودة اللي هم أكثر من 12 شهر معينين وقاعدين موجودين نفس نحنا ما نتوقع نتائج جديدة يعني إذا كان نفس القيادات الآن هم قاعدين وغودوا المعارك موجودين الآن قيادات الفرق إذا كان سامي الطيف في كوستي إذا كان زول الإسم الربيع إذا كان قيرو لو الناس دي المتمن يستبدالهم نحنا ما نتوقع أي نتائج جديدة لابد من تغيير كل قيادات الفرق لابد من تكوين حكومة حرب لابد من قرع العلاقات مع الأمارات فورا لابد من طرد السفير الأمارات الآن الموجود لابد من تشكيل حكومة الآن عاجلة تقدر على الأقل تصارع دارين وزير خارجية الآن وزير الخارجية القاعدة الآن الموجود ما عنده أي دور على مستوى الدبلوماسية ما عندنا الآن وزير تربي وتعليم موجود ما عندنا وزير مالية الآن موجود ما عندنا الوضع الآن كل ما يوم ماشي للأسوأ الشتاني في ناس دخلوا السجون بحجة أنه يوم من الأيام عندهم فساد في الحكومة السابقة بحجة ان الناس زيل نهبوا سرقوا قتلوا وكل الملفات طلعت والمحكمة برأتهم المحكمة طلعت كل الملفات كل جلسة الناس كانوا حاضرين الجلسات عبر التلفاز حاضرين الجلسات بصورة عالمية الناس كلهم قاعدين يشاهدوا الناس زيل ثبتت براءتهم تماما ما عندهم اي جريمة لا بد من اطلاق صراحة اقول انا احمد هارون احمد هارون ده زول عنده عنده وضعه في الميدان الان عنده وضعه بصورة كبيرة جدا زول عارف انه ما داخل الجنجويد عارف تفكير الجنجويد عارف انه الناس دي اللي يقدر يعني يضربهم فيما يقتل من وين يا أخي أطلقوا صلى أحمد هارون ده خلي البشير قاعد في السيين خلوهم متحفظين في اللقامة الجبرية لكن أحمد هارون كزول وطني وزول قاعد موجود ضمن الشعب السوداني زول سوداني خلاص أصيل الحكومة الفاتة انقلبت انتهت حكومة حمدوق سقطت حكومة القحاتة سقطت فولكر فاتت خارج الناس دي كلهم الآن المحكمة الجنائية طارت كل شمار في مرقة ما في حاجة سيمة تاني محكمة جنائية المزألة دي الآن الزول ده وجوده على مستوى السجن أنا بافتكر انه لابد من انه يكون حاضر مع أخوانه الآن لانه الناس البكاتل في الميدان دين ناسهم الناس الآن البكاتل في الميدان على مستوى كتائب البراي بن مالك والناس الموجودين في قوات العمل الخاص وهيئة العمليات لو كانوا الناس أصلا بيفتكروا انه التنظيم عشان انه ده تنظيم وتنظيم هالك وتنظيم انتهى وتنظيم خلاس ما عنده وجود الناس البكاتل دين ناسهم الليلة بعد تكون في فرحة كبيرة جدا من المواطنين على مستوى سنجا الفرحة دي الآن الناس ورحاته دا العمدة هنا قاعدين يتحركوا للناس البراي بن مالك دا الآن مش وده كتيبة بصورة مباشرة وده التحمد مع الجنجوي الدين بصورة مباشرة في سنجا وتم تحرير سنجا الناس البكاتل دين ناس أحمد هارون يعني انت ما تمسك الرأس الآن على مستوى السجن وناسه الآن هم بيكاتلوا ليك وقاعدين الآن في الصفوفة الأمامية نحن مدرين نتكلم كلام خارج النص لكن اخونا البرهان لا بد من يطلق صراح مطهرون فورا لانه الزول الوحيد الممكن يقير المعادلة ويقير الحرب دي الآن بصورة عاجلة جدا ويتم اغتيال البيشي وتم الناس ذي اللي بيفكروا وعندهم فهم عالي جدا في الحروب وعندهم خبرات متراكمة على مستوى الحروب ناس أكسح أمسح جيبوا حي ناس ذي اللي بيعبوا الناس نحن الآن محتاجين لتعبية شاملة محتاجين الآن الليلة الحرب دي الآن الحرب بتاعات وطن إذا كان الليلة أبناء الوطن الخلص كلهم في السجون والناس الآن المجرمين الخونا قاعدين خارج السودان وشقالين بيخططوا ضد السودان وشقالين بيقبضوا في الناس من خارج السودان وشقالين ضد الشعب السوداني وذي اللي قاعدين الآن ما اسكنهم في اغامة جبرية ما في حاجة بتخلي احمد هارون الان موجود في السجن ما في حاجة بتخلي البشير الان موجود في السجن نعم خطهم في اغامة خطهم في التحفظ علشان على الاقل ما يتم لهم اغتيالات لكن احمد هارون ده مفروض يكون في الميدان زي وزي ناجع عبدالله وزي وزي ناجع مصطفى ودين ناسوا الناس الان الموجودين ضикеوا ودي ناسوا كتيبة البرهق heh الناس اقوات العمل الخاص跳 حقهم هيئة العمليات حقهم كل الميدان ده الان والنجاح الباهر القاد softly يحققوه اخوانا في هيئة العمليات والنجاح القادين يحققوه اخوانا الان على مستوكتها البراء ديل ناس حمد هارون ديل ذاتهم ديل جماحتهم يعني اخونا البرهان طردوا ولا تابا الناس ديل انه البكاتلوا معاك الان وقاعدين في الصفوفة الامامية وقاعدين يتحروا ليك التمرو الديل ديل جماحت احما هارون ذاتهم ما في حاجة بتخليك ماسك ليك زول في السجن ومعنده اي جريمة الان ولا في حاجة بتخليك تمسكوا خوفا من القحات ولا خوفا من أي دولة أجنبية نحن مفتكرين أن المسألة دي أخونا البرهان معطلة بصورة مباشرة معطلة الزولة الاسم بيشي والزولة الاسم كيكل ده قاعدين يعملوا لهم ممرات آمنة الدبات ذاتوا نفسهم وقيادة القوات المسلحة قاعدت أعمل لهم ممرات آمنة بيطلعوا لحد يتخارجوا وبعد ذاك بيجوا بيردهم وباقي الهوانات الطيران ده منهم بارحة نحن منتكلم أنه الناس diem موجودين في سينجا أردموا الناس في الفرقة 17 وأردموا الناس في مكتب الوالي وأردموا الناس الموجودين الآن على مستوى ديكوا فيهم من فوق لرسينهم خلات كلهم سينجا مغبرة خلونوا موتوا الغيادات ديل الليلة الغيادات كلهم طلعوا كلهم البيشي طلع وكيكل طلع والقيادات ابراهيم حسين طلع وكل القيادات الآن قاعدين يدور الجنجويد ديل طلعوا وديل الناس ديل ذاتهم هم اللي بيحركوا الناس لو الليلة ماتوا علي عقوب ده وعد مات في الفاشر الآن الجنجويد ديلة انتهوا على مستوى الفاشر الجنجويد انتهوا لأنه علي عقوب هناك مات تاني ما عندهم زول بيقودهم ماذا الناس ديلة ما قطيع ساكتة الناس ديلة ما عندهم قايد ولا عندهم زول بيقول لهم اتحركوا نمشوا لي سنجا ولا نمشوا لي سنار ولا راح كون يفكر لهم ذاته تفكير ما في ما عندهم الليلة كيكل ده الآن مفروض يتم اغتياله في سنجة البيش يتم اغتياله في سنجة إذا كان البيش يطلع وكيكل طلع من سنجة ووصل أبو حجار وطلع من أبو حجار ذاته مشه الدمازين ولا مشه لأي منطقة من المواقع أنا بفتكر البرهان في تواطئ كبير جدا والبرهان ذاته مساهم مساهمة مباشرة في دخول الجنجويذ معاه الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة يعني الليلة البرهان ما عارف إنه الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة ما قادر يطلع في بيان الليلة قاية الليلة عشر كلمات طالع الليلة عشر كلمات الحمد لله رب العالمين قواتنا الآن مستمرة في سنجة وشقالة ودحرة المجرمين في سنجة شقالة معاون اشتباكات يعني ناطق رسمي ما قادر يطلع في التلفزيون يوري وشه ما قادر يطلع في التلفزيون ما قادر يطلع في الغنوات الفضائية ما قادر يطلع من تلفونه فقط يطلع في تلفونه يتكلم في التلفون يقول أخواننا الحمد لله رب العالمين إنتوا عارفين الآن سنجة كل المعلومات القاعدة الدورة الآن كلها من اللايفاتية كلها من فرحات ود العمدة من الناس في الميدان مباشرة عندهم تلفونات من الناس تلفوناتهم زادة حتى قفلت كهرباء في عدد كبير جدا منهم تلفوناتهم قفلت كهرباء الليلة الناطق الرسمي باسم الغوات المسلحة ما موجوده لشايف يا أخي محتاجين أخونا البرهان يتم تكليف الآن ناطق رسمي باسم الغوات المسلحة يا أخي الزول دا جزاو الله خير إذا كان أصلا هو ناطق رسمي وقاعد يتكلم باسم الحكومة السودانية ويتشايف وممقصر يا أخي الزول دا جزاو الله خير كلف لنا زول غيره كلف زول غيره وات المسلحة دي مليانة بالكفاءات ومليانة بالناس الشعر ومليانة إن شاء الله جبل لنا حمد علي الشاعر جبل لنا أي زول على اللقاء اللي طمينا الشعب السوداني الليلة سنجة دي ما معروف الحاصل فيه شنو الآن لحد اللحظة ولا بحجار الحاصل فيه شنو الآن ما معروف ولا المناطق دي كلها جبل مويا الآن ما معروف الحاصل فيه شنو مصفجيلي ما معروف الحاصل فيه شنو طيبة الحسنات ما معروف استلمناه ولا ما استلمناه الصالحة مع أسكر صالحة عندنا ولا عند الجنجويد مزألة دي كلها إحنا محتاجين ناطق الرسمي يطلع يوري للناس أطلع كلم الناس قل لهم أن إحنا الآن طيبة الحسنات في يد الغوات المسلحة قل لنا احتياط المركز في الدلغوات المسلحة جبل أولياء قل لنا الآن استلمناه كل ما يوم إحنا ساكتنا لنا ولاية سكتت الفولة سكتنا منها إنتوا عارفين أن الفولة دي المركز والفولة دي باحتبار الولاية والفولة أنا مش يتلاها زورتها الفولة دي فيها البنوك وفيها الوزارات كلها وفيها مانت الحكومة وفيها كل الحاجات الرافدة الأساسية لكل ولاية غد بكردوفان إذا كان استلموا الرأسة رأسة الفولة ذاتها باب نوسا ما فيها حاجة باب نوسا فيها فرقة فقط الناس الآن مركزين على باب نوسا وناسين تماما إنه ناسين ناسين إذنك يا ناحي إذنك يا شاب ناسين ناسين mexكين باب نوسا ناسين الفولة إذن دي غيات الفرقة ذاتها إذا كان الفولة سكتت دي الولاية إذا ولاية غد بكردوفان الآن في يدك جنجويد يبقى إذا سكتوا سنجة واستلموا سنجة تبقى سنجة في يدك جنجويد إذا كان لحد الآن ما في ناطق رسمي أنا بشوف لحد اللحظة دي الآن رغم الانتصارات ورغم طرد الهوالات الآن من سنجا وطردهم لمناطقة بوحجار ومناطقة الدندر وقيرو رغم إنه سنجا الآن الناس كلهم بتكلموا إنه نظيفة لو ما طلع بيار رسمي وطلع خطاب من القوات المسلحة نفسها وطلع كلام شفئ كلام مباشر في التلفزيون من القائد العام للقوات المسلحة وإنه تم دحر التمرد تم دحر كتلكيكل وتم مقتل البيشي وتم مقتل قياداتهم على مستوى سنجا أنا بفتكر إنه ده تخدير تخدير للشعب السوداني وتخدير معناته شغلت تسليم وتسلم ولاية السنار حيسلموها لهم ولاية تنيل أبيض حيسلموها لهم ولاية الجزيرة حيسلموها لهم ولاية القضارف بعد شيء حيسلمون ولاية ولاية والكلام ده أخونا مالك عقار قالوا لأنه أرجل زول الآن في الحكومة الآن الموجودة قال لهم الناس دين لو انتظرتوهم حيجوقكم في سنجا ولو انتظرتهم حيجوكم في سنجا ولو انتظرتوا في سنجا حيجوكم في الدمازين لا بد من الهجوم المكسف نحن الليلة سنة وشهرين لحد الآن لحد اللحظة الآن اللي بتكلم فيه أنا لحد الآن ما فيه هجوم واحد من القوات المسلحة تجاه الهوانات لحد اللحظة الآن معكم صحيح الطيران قاعد يردمون لكن لحد اللحظة دي الآن ما فيه هجوم مكسف من القوات المسلحة على الجنجويد والمجرمين نحن على الأقل يطمننا ويطمن الشعب السوداني انه فعلا القوات المسلحة شقالة والقوات المسلحة الان قاعدة تهجم على الجنجوي ده الهوانات في مواقعهم ما في كلام زي ده الان الناس كلهم الان منتظرين فرحاته ده العمدة فرحاته ده العمدة ده زون الان هو اعلامي اعلامي اكتر من ميداني ما ميداني عشان الناس ما تفتكروا انه زون ميداني فرحاته ده العمدة ده زيه عمر جبريل وزيه زي جوفاني يوم بتلقى في النيل الابيض يوم يتلقوا في كسلة يوم يتلقوا في بورسودان شقال اعلام حتى شخصيته ذاته وشكله ذاته تقير من شكل المعارك ما قاعد في المعارك مباشر ولا قاعد يقاتل مع الناس مباشر بيجيب ليكم معلومات بعد المعركة تنتهي حتى لو ضربوا خمسة هاتشيرات فقط وتم دحرين في محل محدد بيبشر الخمسة هاتشيرات ديب صويرة بقولوا الان دقين الهوانات نحن مبارح تكلمنا انه خلاص تم طرد الهوانات من سينجا وتكلمنا انه سبع عربات فقط تمت ازالة تماما من الوجود وتكلمنا انه عندهم مواتر محددة تم ازالة من الوجود اتفاجأنا الساعة سبعة مساء انه الجنجويد داخل سينجا وداخل الفلقة سبعة عشر واستلموا كل المنطقة وكتلوا كل الدفاعات الامامية وصفوا عدد كبير جدا من الاسرة وصفوا عدد كبير جدا من الضبات بمعاون الضبات موجودين في القوات المسلحة موجودين في سينجا نفسها الناس دين عندهم ضباط في القوات المسلحة في سنجا دين ناس أدوهم معلومات وأدوا ناس وأمنون الطريق بتاع سنجا لحد يوصلوا سنجا الآن نفس الناس ونفس القيادة الآن المركزية الموجودة بقيادة البرهان كلهم الآن أمنوا لكيكل إنه يطلع وأمنوا للبيشي إنه يطلع من سنجا والآن كيكل خارج سنجا والبيشي خارج سنجا ولحد الآن مكانهم وين هم عارفينه القوات المسلحة عارفاو الاستخبارات عارفاو أخوان الطيارين عارفين مكان لكن ما حيضربوهم حيخلوهم موجودين زي دا عشان يمشوا تاني هجملون على منطقة تانية عشان يستلموا تاني موقع من مواقع السودان المختلفة عشان يعملوا للناس هيدك ويعملوا للناس مشكلة والشعب السوداني كله والناس زيل هدفهم واضح هدفهم ضد المواطن ذاته نفسه يعني الليلة الطفل الكتلوها دي ما عندها علاقة بالفلول الطفل الكتلوها دي ما تابع لدولة 56 ولا عندها علاقة 56 ولا عارف حاجة ذاته اصلا عن الجيش السوداني زولة طفلة ابوها تدرب في القوات المسلحة بالدراتم زيه زي اي موظف الناس زي الكتلو الاف من الضباط نحن منتظرين لحد الان ما قادرين المسألة دي ما قادرين نفسرها تجي تتكلم اقل كلام تتكلم في البرهان ولا تتكلم في اي واحد من اخوان القيادات ديل طوال الصفحة كلها تلقى ياخ انت جنجاوي داوي ياخي صنف زي ما دار تصنف صنفني زي ما دار تصنف التصنفني انا زي ما دار تصنف دار تقول جنجاوي داوي دار تقول الزول دا ياخي خبارو دار تقول احبطنا ياخي دا الواقع الان انا بتكلم لك عن واقع الناس زيه دخل الفرقة 17 والناس زيه المرقو من الفرقة 17 مرقو انسحبوا فاتو عربات ماشا ياهادي ارتال من العربات عربات ماشا عربات ماشا بالشارع ماشا ياهادي بالطريق كلهم الناس شايفينها ماشا على ابو حجار وأبو حجار من الدندر ما في شجر بدار العربات دي الطريق واضح طريق بتاع زلط وطريقهم جاته واحد طريق زلط دماشي كده لحد الدمازين لحد ودنايل والدمازين والمنطقة دي كلها بتمشي لها لحد يا ابو نعامة طريق واضح الناس دي المشوا بالطريق ده مشوا بيطرق تانية مهما كان الطيران مفروض يلاحقهم الاستطلاع يكون يلاحقهم أخونا البرهان يلاحقهم المزألة دي تكون واضحة للناس جايين يطمنون نحن ما دارين قايدة الآن يصار لنا في الميدان الليلة البرهان كل الضبات ماتوا ونحن ظهورك انت بأكل اللوبة ولا أكلك مع الضبات ولا تجي تأكل لنا مع الجنود باعتبار انه انت زول يعني نزيه ولا زول مثلا متواضع ولا زول ده تمثل لنا نميري في عهده الكلام ده كله ما بيبقى الا بتحرير المناطق نحن الليلة سنة وشهرين سنة وشهرين نحن في نفس الصفر المربع الاول مش المربع الاول بل زدنا سوء نحن زدنا سوء الآن عشان ما في زول يجي يقول لك يا اخي احبطنا نحن زدنا سوء الليلة المعسكرات كلها المسيطرين على الجنجويد الآن مسيطرين على معسكر صالحة مسيطرين عليه والجنجويد طيب الحسنان مسيطرين عليها الاحتياط المركزي مسيطرين عليه الجنجويد ديال الآن مسيطرين على المصر تعجيلي السيطروا على ولايات جديدة فتحوا ولايات جديدة استلموا الفولة ولاية جديدة استلموا ولاية السنار ولاية جديدة ما كانوا فيها بالكميات الآن الموجودة إذا كان على جبل موية ولا سنار ولا سنجة ولا بحجار ما كانوا بالناس الآن الموجودين الآن الفاسر الآن تدوين ماشي مباشر باحتبار محاصرة الأبيض من كل الاتجاهات الآن مروابة والرهد وقيرو ومعيش شرق الغرب النيل الأبيض كلها مناطق معيش دي كلها الآن شفشة وسرقة يومياً كاتلين لنا واحد من أهلنا لحامد القاعدين يجوا باللواري بالطريقة القربية بتاعة تندلت دا يومياً كاتلين زول القطين اللعوج قير ونعيم المناطق دي كلها الآن مستيطرين على سيبك من الجزيرة وسيبك من تنبول وسيبك من قيرو الجيش دان إحنا من نسمع الليلة أخونا فرحات الدلعمدة قاعد يرفع مع نويات الناس وقاعد يطلع للناس في بص مباشر إنه إحنا متقدمين وماشيين ولحد الآن الشعب السوداني صابر ولحد الآن المواطن صابر ولحد الآن الليفاتية ذاتهم صابرين مع القوات المسلحة لأنه بالنسبة ليهم الجنجوي الدين يعني أرحم ليهم القوات المسلحة بألف مليار مرة من الجنجويدة الآن الأوباشة القتلة القاعدين يقتلوا الأطفال والنساء وقيرو نحن كلامنا واضح جداً ورسالتنا واضحة لأخونا البرهان لابد من تشكيل حكومة حرب عاجلة يا أخي التخايف من المجتمع الدولي ما لك يا أخي المجتمع الدولي إذا دار يجيب ليك شنوما من الله خلق الدنيا إذا إحنا محاصرين محاصرين ثلاثين سنة لحد البشير سقط أن إحنا الدولار كان بستين جين رغم أنه إحنا محاصرين الطرق دي كلها كانت ماشية الجامعات فاتحة المدارس فاتحة الآن الناس دي بنه في حاجات على مستوى السودان سيبك من الحرب الآن الدائرة الآن الناس دي أنه التعليم تماماً التعليم واقف تماماً بعد شوية الشعب السوداني ده كله بكون جاهل بعد شوية الناس الفستاني وكلهم بكونوا هاجروا الناس الموجودين على مستوى الجامعات بكونوا هاجروا بعد شويلة طبية بهاجروا ليك المهندسين بهاجروا ليك الدولة دي بتكون تاني ما في دولة ده شغل ناعم شغل يعني خطير جدا شغل بتاع تفكيك الدولة من الداخل وتفكيك الدولة بيزهاب العقول حق إنها كشعب سوداني بكونوا ما في زول تاني متعلم عشان على الأقل يقدر يدير ليك ملف من ملفات الشعب السوداني ما تلقى ذو المتعلم الناس المتعلمين كلهم الآن كتالوم ضباط كلهم الآن ماتوا مهندسين الآن ماتوا مبارح كاتلين طبيب في في اسمه في الحصحيصة أكبر طبيب بتاع تخدير في الحصحيصة مبارح كاتلوبة دم بارد الناس زي الشغالين استهدفوا العقول استهدفوا الآن كل الجامعات مقفلة سنين سنة وشهرين أكثر من سنة وشهرين الجامعات مقفلة نحنا ناس الآن من نتكلم عن إنه عندنا طيران عندنا مدفعية عندنا دبابات عندنا مدرعات عندنا كل شيء ما قادرين نحنا نقتلين نفرين فقط عغدا واحد عقيد والتاني فريق خلق اسمه كيكل ما قادرين نقتاله يأخذ زمان البشير ده الناس ده يصفون بالحوادث حادث بس بركموا في طائرة بودوا الآخرة إتعى برهام ما قادرين تقتل الناس ده شغالة ما ما تمشي لقدام ذاتها الليلة سنجة خلاص تم تحرير سنجة الآن سنجة يتحررت تماما والجيش ده كلنا معاه ودعمين للجيش قصبا عن أبوك وقصبا عن أي قحاتي وقصبا عن أي سجمان بفتكرنا إنه نحن ضد الجيش السوداني نحن دعمين للجيش السوداني غزبا عليك لأنه الجيش السوداني يا قحاتي ما حق أبوك ولا الجيش السوداني حق واحد من بت ولا من حل نحن نتكلم عن الجيش السوداني لأنه نتكلم بحرقة ونتكلم بكل صدق نحن الآن عندنا آلاف الناس ماتوا من الضباط عندنا آلاف الناس ماتوا من المهندسين عندنا آلاف الناس ماتوا من المعلمين عندنا آلاف الناس ماتوا من الأطباء عندنا الاف من الاطفال الان ماتوا عندنا الان والحد الان قيادات الجنجويد قاعدين يتمتعوا بكامل الحرية من ابو حجار لسنجا يعني كيكل دا بيجي من الجزيرة بيجي من العرفون من العرفون جماعي شي قاطع الجزيرة دي كلها لحد دي مشى سنجا ما في زول عرض ليه وساكد عرف انه العربي دي حقت كيكل انه يضربه الشغلة دي ما بتمشي لقدام شغلة مخططة وممنهجة انا بفتكر ان القوات المسلحة القيادة الان الموجودة فيها لابد من تبديل شامل تبديل لي كل غيادات الفرق تبديل لي كل الضباط المعاهم بدلوا الناس دي لجيبوا ناس جداد شاء الله جيبوا من كتيب البراج زمان رسول الله عليه وسلم كان بعين اسامة ابن زيد عمره اتناشر سنة بعينه على جيش ابو بكر وعمر وعلي كان بيجيب الجيش دا بيقول لهم القائد حقهم يهو السغير عمره اتناشر سنة دا يخوت الجيش دا ابو وديهم موت اكبر معركة فاصلة كان بين الروم وبين المسلمين كانت بين الجيش الاسلامي كان قائدهم سيدنا اسامة اصغر زول مع وجفر الطيارة عبدالله من الرواحة كانوا اصغر الناس جيب لينا ناس ملازمين فقط خلوهم دماؤهم حارة جيب لينا واحد ملازمون خلوهم سيكلين الناطق رسمي اسم القوات المسلحة بدلت زول بقدوم دا زول قدوم ما قادر ذاته يتكلم خشمه دا ما قادر يفتحه زول ما عارف انه جنجاوداوي ما عارف انه طابور ما عارف انه موجه من البرهام ما عارف انه موجه من دولة تانية نظر ربنا سبحانه وتعالى عانو التوفيق تقبل وتحياتي يا سين